السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي تلاميدي الأعزاء اليوم سنشتغل على درس التحركية الإرادية الموتر سيتي فولانتر الصفحة 24 دائما مع كتاب المفيد في النشاط العلمي للمستوى السادس ابتدائي إذن الهدف التعلمي من هذه الحلسة هو تعرف الأعضاء المسؤولة عن التحركية الإرادية وبيان وظيفة كل عدو إذن اليوم سنتعرف على الأعضاء المسؤولة عن التحركية الإرادية ما هي التحركية الإرادية؟ هي الحركات التي نقوم بها بمحض إرادتنا إذن نحن نفكر في واحد الحركة نريد أن نقوم بواحد الحركة نريد أن نتعرف على الأعضاء المسؤولة عن هذه الحركة إذن وضعية الانطلاق أراد سامي قدف الكرة برجله إذن أراد سامي قدف الكرة برجله فهذه حركة إرادية إذن قام بها بإرادته إذن هو الذي يريد قدف الكرة برجله اليمنى عوض رجله اليسرى إذن أنه قرر يضرب الكرة بالرجل يليل اليمنى عوض اليسرى ليسجل إصابة في المرمى كما نلاحظ في الصورة فتساءل عن دور جهازه العصبي في تنفيذ هذه الحركة إذن هو قرر وفكر بشيقوم بهذا الحركة الإيرادية ولكن في نفس الوقت كيتساءل عن دور جهازه العصبي في تنفيذ هذه الحركة دا ماهiels تنفيذ او انجاز الحركات دا ماهو الولادت في تنفيذ الحركة ايضا هو الل groot جهاز عصبي في طرحتي داعتي التنفيذ حركات الصلاة كيدخل فيه المخ إذن المخ ربما هو اللي كيرسل لنا واحد الرسالة إلى الرجل أو إلى العضلة باش مقدفوا الكورة ربما مهم هذي فرديات قبل اختبارها والتحقق منها إذن نقول ما علاقة الجهاز العصبي بالحركة الإرادية وكفرديات ربما المخ هو المسؤول فيرسل الرسالة إلى العضلات للقيام بالحركة بما أن الجهاز العصبي هنا يعني يتدخل في الحركة ربما هو الذي يرسل الرسالة إلى العضلات إذن نلاحظ الوثيقة أولا ولنتعرف عن يعني دور دي الجهاز العصبي في هذه الحركة هذه إذن ألاحظ الوثيقة ثم أجيب عن الأسئلة أولا نشوف يعني مما تتكون الوثيقة كنلاحظه هنا يعني إنسان كنشوف الرأس ديالي شنو فيه فيه المخ والمخ هناك مركز تحركية الإرادية إذن هو الجزء الموجود في المخ يسمى بمركز تحركية الإرادية هو المسؤول عن الحركات الإرادية التي نقوم بها خلال يومنا إذن كاللحظه هنا السهم يعني ينتقل من المخ إلى ماذا؟ شنو هو هذا؟ إلى النخاع الشوكي إذن النخاع الشوكي تتم عبره ماذا؟ نقل الرسالة العصبية إذن كتنشئ هنا واحدة الرسالة العصبية في المخ على مستوى يعني مركز تحركية الإرادية أو على مستوى المخ فتنتقل تلك الرسالة عبر النخاع الشوكي مرورا بالعصب يعني بالأعصاب وصولا إلى العضلة إذن الجزء الأحمر هو العضلة تمامنا؟ إذن تنشئ الرسالة العصبية على مستوى المخ فتنتقل عبر النخاع الشوكي والأعصاب وصولا إلى العضلة اللي كتعطيها الأمر أو كتوصل لها الرسالة بإنجاز أو القيام بالحرك ففهمنا؟ وكذوى المصار الذي تسلكه يعني الرسالة العصبية من الضمع وصولا إلى العضلة إذن هذا ما وقع مع سامي أثناء يعني تفكيره في قد في الكرة برجل اليمنى إذن نشأت واحد الرسالة إذن عندما فكر في قد في الكرة برجل اليمنى نشأت واحد الرسالة هنا على مستوى المخ فانتقلت عبر النخاع الشوكي ثم الأعصاب إلى العضلة أو إلى عضلة الرجل اليمنى فقدف الكرة تفهمنا؟ إذن أين تنشأ الرسالة العصبية أثناء الحركة الإرادية؟ إذن قلنا تنشأ الرسالة العصبية على مستوى المخ وبالضبط في مركز التحركية الإرادية إذن نقول تنشأ الرسالة العصبية أثناء الحركة الإرادية على مستوى مركز التحركية الإرادية في المخ إذن تنشأوا الرسالة العصبية أثناء الحركة الإيرادية في المخ ما هو مصار الرسالة العصبية من الدماغ إلى عدلة الرجل شنو المصار الذي تسلكه الرسالة العصبية من المخ إلى العدلة إذن باش تنتقل من المخ إلى العدلة تمر عبر النخاع الشوكي والأعصاب وصولا إلى العدلة إذن هذا هو المصار المخ، النخاع الشوكي والأعصاب ثم العدلة تنتقل الرسالة العصبية من الدماغ عبر النخاع الشوكي والأعصاب إلى عدلة الرجل إذن هذا هو المصار الذي تسلكه الرسالة العصبية ما دور العدلات في الحركة الإيرادية؟ شنوه الدور للعدلات؟ العدلة هي دورها تنفيذ الحركة إذن كيجيها واحد الميساج من المخ يقولها بأنك يخصكي تديري واحد الحركة الحركة الإيرادية، قلنا الحركة الإيرادية هي الحركات التي نقم بها يعني بإرادتنا العضو الأول هو المخ الذي تنشأ على مستوه الرسالة العصبية العضو الثاني هو النخاع الشوكي الذي ينقل لنا الرسالة نقل الرسالة العصبية، يعني الدور للنخاع الشوكي ونقل الرسالة أو السويالة العصبية من المخ إلى الأعصاب ثم إلى العدلة إذن الدور للعصب أيضا هي نقل السويالة دور ديالهم نقل السويالة العصبية إلى العضلة اللي قلنا العدلة أعود الدور ديالي lotsina هو إنجاز وتنفيذ الحركات إذن هذه الأعضاء المسؤولة عن الحركة المخ، نخع الشوكي، الأعصب، والعدلة إذن الأعضاء المسؤولة عن الحركة الإرادية المخ، النخع الشوكي، الأعصب، والعدلة نمر لأستخلص تتم الحركة الإرادية بفضل تدخل المخ الذي يرسل رسالة عصبية تنتقل عبر النخاع الشوكي والأعصاب نحو العضلات التي تنجز الحركة إذن الدور المخ هو إنشاء الرسالة العصبية الدور النخاع الشوكي والأعصاب هو نقل الرسالة العصبية والعضلات نحو الدور ديالها هو إنجز الحركة أو تنفيذ الحركة نمر إلى استثمار أين تنشأ الرسالة العصبية التي بفضلها تتم الحركة الإرادية؟ قلنا أين تنشأ الرسالة العصبية؟ على مستوى المخ إذن تنشأ الرسالة العصبية التي بفضلها تتم التحركة الإرادية على مستوى المخ إذن مخ هو مسؤول على إرسال الرسائل أو سيالات العصبية لأمفان يكري أن تكست، الطفل يكتبو نصا أو ناس لزيدة ديالتكست؟ إذن فين كتنشأ ليه الأفكار ديالتكست اللي بغي يكتب؟ أفكار ديالنس، أين تنشأ؟ تنشأ على مستوى المخي، كي ما قلنا؟ على مستوى المخ كيل أرغان إكزيكوت لك خاتور كي ديزيدة؟ شنو هي الأعضاء اللي كتنفد لنا الحركة؟ قلنا إكزيكوت هي تنفيذ أو إنجاز الحركة مدانو كي إكزيكوت لزيدة وبين الحركات الموفمون؟ إذن ليميسك، العدلات وشكو اللي كي ينشأ لنا فين كتنشأ لنا العدلات على مستوى المخ والعدلات عليها تنفيذ الأفكار أو تنفيذ الحركات كي تنخين مختلفة؟ هل نفيلت أن تنخين مخلوقنا؟ وشكو اللي كي تنخين، وشكو اللي كي ينشأ لعقد وآن نفيلت لك мы نسأ للمخالصة وردائها تنخين التعب بالنساة تنخين، وشكو اللي كثن الله وشكو اللي كنتر بينا وشكو اللي كنتر بالنساة وشكو اللي كتن كم مرحبا، أصحب السلام من مستوى المخالرات وكتنز جانب يا إلهاتق